بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم من جديد في قناتكم بكرة احلى. النهاردة ان شاء الله نتكلم عن الفلتر اللي هو بيستخدمه معظم الناس في البيت دلوقتي عشان حصول على اه مية نقية. اه باقتصار يعني اه لاحظت ان فيه هالك كبير جدا فيه اه الصرف بتاع الفلتر وده بشكل عام يعني مش مجرد فيه عيب او حاجة ده بشكل عام يعني. فجأت لفكرة ان احنا ازاي نستخدم المية او نعيد تدويرها او نحافظ على موضوع الهالك بتاع المية ده. هنستخدم مع بعض مجموع من الادوات هنحتاج طبعا حنفية هنحتاج اه مفتاح انجليزي هنحتاج طبعا برميل او اه حاجة المية تدخل فيها هنحتاج السكينة طبعا شوية محتاجدناها معلش هنحتاج مفتاح الفرنساوي في البداية طبعا هنحدد فتحة في البرميل اللي معانا وتكون فتحة مناسبة ونبدأ ان احنا نركب الحنفية بتاعتنا الموضوع بسيط ان شاء الله مش محتاج يعني اا احترافية المضعف من تها البساطة هنلاحظ طبعا احنا دلوقتي بنستخدم المية مسلا هنهم لكوباية مية كوباية المية دي عشان تتعبى او اي اي شيء يعني اي حجم من استخدامنا في مية وكده هنلاحظ ان الصرف بتاع المية دي او الهالك بيعادل تقريبا مرتين او تلاتة من الكمية اللي احنا استخدمناها للشرب يعني لو انت هتشرب كوباية مية مسلا في تلاتة راحوا في الصرف للأسف الشديد معظم الناس اللي هما بيركبوا الفلتر بيحطوا اا خرطوم الصرف ده في الصرف اللي هو بتاع المجاري يعني ما حدش بيستفيد منه اا بالطريقة اللي بنتكلم عليها النهاردة دي انت ممكن تستخدم المية دي وتخزنها عندك وتعيد استخدمها هتعيد استخدمها في ايه والله في فرص كتيرة جدا يعني انا شخصيا بيستخدمها في ان انا بس الزرع بتاعي او انه ممكن نستخدمها في اه غسيل الملابس او ويعني في في افكار كتيرة يعني في المهم ان احنا ما 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 نهدرش المية بالشكل ده المية طبعا يعني مهمة في حياتنا والوازم الواحد يحافظ عليها ويحاول انه هو يقلل من استهلاكه ويرشد استهلاكه ومش انه هو يهدرها يعني وطبعا ده ده بالشكل النهائي بقى الخزان بتاعنا يكون بالشكل النهائي ده وفي الختام نترككم في حفظ اللي هو امن ونراكم ان شاء الله في فيديو قادم